العبث بالعملية التعليمية في اليمن متعدد الأوجه فمن فصل آلاف المدرسين والموظفين التربويين واستبدالهم بعناصر موالية لميليشي الحوثي إلى تحويل المدارس إلى مراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال أحدث الممارسات فرض رسوم جديدة والمتاجرة في الكتاب المدرسي وهو ما ظهر بشكل جلي في شوارع صنعاء وإب ومدن يمنية أخرى خلال الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي بيع الكتب يشرف عليه نافذون حوثيون وعناصر تابعون لهم في وزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقلابيين التي يتولها يحيى الحوثي شقيق زعيم التمرد ويباع المنهج الدراسي في سوق السوداء بمناطق سيطرة الميليشيات بحسب التربويين بأكثر من خمسة عشر ألف ريال يمني للمنهج الواحد لطلاب المدارس الخاصة وبنحو عشرة آلاف ريال يمني لطلاب المدارس الحكومية في حين يصل سعر الكتاب الواحد لأكثر من خمسمائة ريال يمني مصادر التربوية في مطابع الكتاب المدرسي بصنعة كشفت أن ميليشيا الحوثي قلصت طباعة الكتب المدرسية من ستين مليون كتاب إلى ثمانية ملايين فقط وهي الكمية التي تم توزيعها على المدارس فيما ذهبت أعداد كبيرة طبعت بطريقة مشبوهة إلى السوق السوداء للمضاربة بها وإثقال كاهل أولياء التلميذ لإرسالهم إلى ساحة القتال بدل قاعات المدارس